دكتور فهد أنت رئيس مجموعة تواصل الفكر وهي واحدة من مجموعات التواصل تمثل المجتمع المدني حسب علمي وتضم مجموعات أخرى لكن دعني أبدأ مباشرة معك في هذا المصطلح الفكر ترى مصطلح فضفاضي ما يخفى عليك واسع ويمكن يدخل تحته أشياء كثيرة وشي المقصود تحديدا بهذا المصطلح والحقيقة شكرا ياسر على الاستضافة وسؤال هذا صراحة مهم بتعريف مجموعة الفكر ابتداء مجموعة الفكر هي واحدة من المجموعات المستقلة التابعة لمجموعة العشرين فهي تنتقل تبعيتها بانتقالها من دولة إلى دولة الدولة المستضيفة لقمة العشرين أو مجموعة العشرين هي الدولة التي ترأس مجموعة الفكر ولكن هي مستقلة تماما عن الجانب الحكومي في مجموعة العشرين مجموعة الفكر تمثل مراكز الفكر على مستوى العالم باختلافاتها بمواضيعها المختلفة بجميع وجهات نظرها سواء المتفقة عليها أو المختلفة عليها تم تأسيس المجموعة عام 2012 وانتقلت من دولة إلى دولة إلى أن وصلت للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمجموعة العشرين يعني تعتبر مجموعة حديثة نسبيا إذا قلنا من حتى التركيبة الزمنية تعتبر يمكن ثالث مجموعة تواصل تم تأسيسها تحت مجموعة العشرين الاستقلالية ماذا تعني بالضرورة؟ طبعا تعني استقلالية التوصيات تعني استقلالية في اختيار المواضيع تعني استقلالية في اختيار الأولويات للمجموعة تعني الاستقلالية في البحث ولكن بالرغم من الاستقلالية التواصل مهم فهي تقوم بالتواصل المجموعة تقوم بالتواصل بين المجتمع المراكز البحثية هو ما يعرف بالثينك تانكس على مستوى العالم وصانعي السياسة في مجموعة العشرين فمن هذا المنطلق يأتي كلمة التواصل وأيضا تقدم توصيات من مبنية على بحوث توصيات عملية لمجموعة العشرين والمهمة الثالثة لها هي أن تتواصل مع العموم في دول العشرين وأيضا دول خارج العشرين للتعريف بدور مجموعة العشرين وأيضا التعريف بالسياسات التي تتبناها مجموعة العشرين والسياسات التي تطرحها مجموعة تواصل الفكر لمجموعة العشرين